بسم الله أهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هنتكلم عن تغذية لوحات انزار الحريق الكود المصري طبعا بيقول لازم يكون فيه مصدرين مختلفين لتغذية لوحات الانزار مصدر أساسي اللي هو النورمال فيدنج ومصدر احتياطي البطاريات طبعا لازم تكون مركبة تمام في اللوحة لو هي ركبة في برا اللوحة لازم يكون فيه تهوية جيدة البطاريات لازم تقدر تشيل المنظومة لمدة 24 ساعة على الأقل العمر الافتراضي للبطاريات لا يقل عن 3 سنوات ساعة البطارية بنحسبها من متطلبات النظام ونزود عليها 25% زيادة عشان يبقى عاملين حساب الكباستي طبعا البطاريات شرط لازم يكون وصل معاها شاحن والبطاريات تكون وصلة على شاحن تلقائي لو حصل حريق لازم البطاريات تكون قدرة على تشغيل أجهزة الانزار بكامل تقطها لمدة لا تقل عن 4 دقائق لو كان الانزار كله متفاعل طبعا حسب الانف بي اي رولز لازم تكون برضو التغذية من مصدرين منفصلين الأساسي والاحتياطي لازم الاحتياطي يدخل خلال 30 ثانية من خروج الأساسي والبطاريات لازم تقدر تشيل النظام وقت الحريق لمدة لا تقل عن 15 دقائق المهم الفول ألارم أوبريشن بتكون 15 دقائق طبعا هنا للحماية بنركب أوفر كاران ديفايس تمام سيركيت بريكر يا اما على اللاين بس زي ما احنا شايفين على اليمين كده واخد الخط الأحمر داخل على وان بول سيركيت بريكر وداخل بالنيوترال على الفول الارم كنترول بانيل أو ان انا اركب تو بول واحد على اللاين واحد على النيوترال طبعا هنبدأ بعد كده ندخل في فكرة السينجل لاين دايجرام حسب المشاريع المختلفة الخاصة بأنظمة نظار الحريق وده ان شاء الله نشوفه في فيديوهات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته